موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان ونشرة أخبار رياضية جديدة على قناة النادي الأهلي بعثة النادي الأهلي تصل بالسلامة إلى بوتسوانا استعدادا لمباراة تاونشيب في الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقي يوم السبت القادم إن شاء الله زي ما احنا قلنا قبل كده وهنقول مباراة مهمة جدا ثلاث نقاط هيكون دفعة قوية لمشوار النادي الأهلي تبقى موجهة حاسمة في صعود النادي الأهلي إلى دور التمانية هل النادي الأهلي إن شاء الله يقدر أنه يتفوق إن شاء الله باللعيبة اللي موجودة بالجهاز الفني اللي موجود الأهلي قادر على حصد ثلاث نقاط هتفرق معاه يعني زي ما حدككم شايفين دي أبرز اللقطات اللي موجودة فيه وصول النادي الأهلي إلى بوتسوانا والتوجه إلى العاصمة جبروني ورحلة طبعا طويلة جدا أكيد يعني هنتكلم فيها مع حضراتكم لكن خلينا نتكلم على أهمية المباراة ودور النادي الأهلي واللعبين وطبعا زي ما احنا عارفين إن دايما لعيب النادي الأهلي بيكونوا موجودين وبقوة في المواقف الحاسمة والمواقف اللي بيكون فيها النادي الأهلي محتاج إلى نقاط المباراة مباراة زي ما احنا قلنا على الجانب الآخر هيبقى فيه التراجي كامتالا سيتي في أغاندا وبالتالي مباراة مهمة جدا أيدا لكن احنا عارفين إن النادي الأهلي يبص على مباراته فقط لغير ثلاث نقاط يفوز إن شاء الله يبعنده سبع نقاط يأكد وصوله إلى المرحلة التانية واقتراب خطوة بعض خطوة من تحقيق أو الاقتراب من نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والبطولة المحببة لجماهير النادي الأهلي بجانب طبعا بطولة الدوري العام يعني كلام كتير هنتكلم عليه على التشكيل على مين ممكن يكون موجود ما كان أحمد فتحي اللي ما سفرش كنا بتكلم مبارح مع زميلي كريم أحمد اللي كان موجود في ميران النادي الأهلي وتكلمنا معاه عن آخر الأخبار والأجواء اللي موجودة وقال إن أحمد فتحي مش موجود في التدريبات لكن هنعرف إيه السبب بالفعل كلنا عرفنا خبر إن النادي الأهلي ما استحبش معاه أحمد فتحي في رحلته إلى بطسوانة وده نظرا إلى إنه اشتكى من ألام في العضلة الضمة وبالتالي نادي الأهلي بقيادة ميستر باتريس كارتيرون قال إن هو يفضل إنه يريح اللاعب وإنه ما يسفرش وما يتمش المجازفة بيه وبالتالي بإصابة باسم علي هو كمان والعودة من الأصابة طبعا هو جاهز للمباريات لكن كان عنده إصابة قبل كده جزع فيه أرباط الداخلي للركبة عمل فترة تأهيل عمل فترة إعداد لكنه مش جاهز رسميا للمباراة دي بالتحديد طبعا أمام حضراتكم الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق رئيس بعثة النادي الأهلي المتوجهة أو اللي توجهت بالفعل وصلت بالسلامة لمطار طبعا ده صور في مطار القايرة وبالتالي رئيس البعث نادي ألي متوجهة إلى بطسوانة نرجع لأحمد فتحي تاني ونقول لحضراتكم إن أحمد فتحي طبعا قوة كبيرة جدا لكن أنا دايما لما أجي ببص مش ببص تحت رجلي ببص دايما لأدام ببص على إن عندي مواجهة في مباراة الدوري يوم 2 أغسطس عندي مباراة في أفريقيا مع الترجي ومع كنبالا مبارتين غاية فيها الأهمية وبالتالي أنا لما أجي أخسر لعب مباراة واحدة فقط لغير أحسن ما يلعب مباراة وممكن ما يكملهاش وفي نفسه لا تأخسره لأكتر من مباراة وبالتالي البديل أعتقد إن محمد هاني إن شاء الله هو اللي هيكون البديل الرئيسي والجاهز ده لو الجهاز الفني عنده وجهة نظر تانية لكن بنتكلم على الورق وبنتكلم على رؤيتنا الفنية إحنا محمد هاني هو أقرب اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في مركز الظهير الأيمن للنادي الأهلي طبعا بعد غياب أحمد فتحي لكن طبيعي جدا رحلة طويلة رحلة يعني استغرقت ساعات للوصول إلى جابروني عاصمة بوتسوانا وصفر إلى أثيوبيا على الخطوط الأثيوبية طبعا مطار القائرة والتوجه إلى بداية إلى أديس أبابا وطبعا ترانزيت ساعة ونص ودي كانت فجر اليوم رحلة توجهت إلى أديس أبابا ثم الترانزيت 90 دقيقة أو ساعة ونص ما بين المكوث أو أن هم يستريحوا ساعة ونص في مطار أديس أبابا ومن ثم التوجه إلى جابروني عاصمة بوتسوانا ووصول للبعثة طبعا بيبقى يوم صعب جدا يوم شق جدا احنا عارفين دايما أن الطيران داخل قارة أفريقيا بيكون صعب وطويل دايما الناس بتتكلم وبتقول في أوروبا الموضوع المختلف في الشامبينز ليج بنلاقي أن الفريق بيسافر قبلها بيوم أو بيومين ده بالكتير قوي وهي مش بتحصل هو كل فريق بيسافر قبلها بيوم علشان يعني يبقى موجود ومريح ويستعد في أفريقيا موضوع مختلف تماما أقرب حاجة أو أبعد حاجة بتكون في أوروبا من بلد لبلد ساعتين ونص بكتير قوي غير كده كمان الطيران بيكون دايريكت لكن عندنا في أفريقيا الموضوع مختلف البلاد بعيدة عن بعض في نفس الوقت الطيراني دايريكت نادرا جدا بيكون في البلاد زي المغرب تونس الجزائر بعض البلاد الأفريقية لكن غير كده الموضوع بيبقى صعب جدا الموضوع لازم بيبقى فيه صفر طبعا الكابتن مصطفى كمال والكابتن سامي أمصان عادي لطفي كل التوفيق ليهم يرجعوا إن شاء الله منصورين بثلاث نقاط غالين جدا جدا على النادي لكن أكمل لحضراتكم إن أكيد طبعا بعد وصول البعثة آآ نازم يكون بقى فيه نوع من أنواع الراحة الحمل التدريبي بيكون مختلف وفي نفس الوقت طبعا الجرعة التدريبية من هنا أو من النهاردة ليوم المباراة طبعا بيبقى جرعات مختلفة وفي نفس الوقت نادر الأهلي بيركز خلاص بيخترب يوم بعد يوم من يوم المباراة وبالتالي بيركز على النقاط الفنية النقاط الفنية زي الضربات الثابتة دي ده من أحد أو إحدى الحلول اللي أكيد بيتم الاعتماد عليها من جانب النادي الأهلي ممكن المباراة تكون مقزمة مباراة في ضغط جمهور في حكم مباراة يعني مش موفق قوي فبالتالي عمال يحسب عليك والمتعادل سلبي يجي لك ضربة سبتة تخلص المباراة لطول احنا عارفين دايما إن شفنا بطول الكاس عالم إن 75% من أهداف معظم الفرق اللي موجودة يعني فرنسا تفوقت على منافسيها بالضربات السبتة مثلا شفنا منتخب إنجلترا إن 75% من أهدافه من ضربات سبتة وبالتالي زي ما احنا قلنا مهمة جدا 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 إن شاء الله الاعتماد على الضربات السبتة وكمان الاعتماد على الإمكانيات الفنية لكل لاعب زي ما احنا عارفين إن دايماً المدير الفني بيقول تعليماته بيقول لكل واحد دوره في الملعب لكن يتبقى جزء 30% أو 40% إبداعي لكل لاعب داخل الملعب مش معقولة المدير الفني هيقول اللعب لما تتعد نصف الملعب وتقرب من منطقة الجزاء باص الكور أو شوت أو إرفع لا دي حتة بقى إبداعي لللاعب دي بتكون على حسب الموقف ممكن يكون في أول وقت من المباراة وبالتالي لازم نهدى باللعب ولازم نهدى بالرتم ولازم يكون فيه إن لعبة الكورة تلمس الكورة كتير علشان تاخد ثقة علشان يبقى فيه انسجام بين اللعبة بينها وبين بعض لكن زي ما قلت لحضراتكم نادي الأهلي أقوى نادي في مصر وأقوى نادي في أفلقيا فإحنا إن شاء الله عندنا أمل كبير جدا جدا إن نادي الأهلي يرجع منصور بالثلاث نقاط وتكون دفعة قوية أيضا لمباراته هنا في القاهرة أمام كامبالا سيتي علشان ست نقاط خلاص رسميا الأهلي إن شاء الله إن شاء الله يكون صعد إلى الدورة التالية ويقرب خطوة بخطوة من طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم المباراة اللي بعد المباراة اللي جاية مباراة بعد تاونشيب هي الترجي في تونس فإحنا طبعا بما إن الأهلي بسم الله إن شاء الله في تونس دايما بيرجع أو بنحس إن إحنا بنلعب على أرضنا طبعا مع أشقان التوانسة لكن ملعب رادس ملعب ليه ذكريات مهمة جدا معنا وليه يعني بطولات نادي الأهلي توج في أكتر من مرة على ملعب رادس وبالتالي إن شاء الله مش هتكون مشكلة بالنسبة لي أن نادي الأهلي مباراة الترجي كمان أشقان التوانسة طبعا إلا أكيد يعني بيرحبوا بينا وإحنا بنرحب بيهم في بلدهم التانية مصر أو في بلدنا التانية تونس وبالتالي إن شاء الله نقدر نطلع من مباراة تاونشيب لمباراة الترجي وبعدها ختاما بكمبالا سيتي اللي هتكون في القاهرة علشان إن شاء الله الأهلي يقرب خطوة في خطوة للمباراة النهائية في بطول الدولي أبطال أفريقية طبعا زي ما إحنا عارفين إن الفرق العربية طبعا بتكون كل سنة بتقوى أكتر من السنة اللي قابليها بسبب التعقدات القوي جدا بسبب إن بيكون في لعيبة صغيرة موهوبة يعني في مواهب كتيرة جدا طلعة في الأيام الحالية وكمان لو نلاحظ إن معظم اللعيبة اللي موجودة كنا زمان بنعتمد على اللعيبة الخبرة اللعيبة اللي عندها باع طويل في بطولات أفريقيا أو في بطولة الدولي لكن دلوقتي بنلاقي لعيبة صغيرة في السن دي بتبقى طبعا عامل كبير جدا بدني بيعملوا بعض الإرهاق أكيد للعيبة في الأندية الأخرى اللي بيلعبوا ضدها وبالتالي عكس فرق أفريقي أنا شاهد فرق أفريقي أكيد بتبقى مصدرة أكبر للاعيبة كرة القدم في أوروبا أو في العالم وده بسبب إن اللعيبة بتكون طموحها إن هي بتلعب في أندية مش كبيرة لكن اللعب النادي الأهلي بيلعب في نادي كبير لاعب بينافس أو نادي بينافس على العالمية نادي هنلاقي إن فرق عدد بطولاته العالمية بينه وبين أقرب الأندية هنلاقي بينافس يما مع ريال مدريد يما مع برشلونة وبالتالي يعني لعب النادي الأهلي بيكون طموحه وحلمه إن هو الأول يلعب ويؤدي ويكون على قدر مسئولية وياخد الخبرة ويلعب منتخب مصر ومن خلال النادي الأهلي يتم فتح بوابة احتراف على أوروبا عشان كده بقول لحضراتكم دايما ماتشاط أفريقيا بتبقى ماتشاط يعني لعيبة الصغيرة عايز تثبت نفسها عايز تعمل حاجات كتيرة جدا علشان تطلع لأوروبا لكن كمان تونش برولرز بالأخص هنا دي جديد على دوري أبطال أفريقيا وبالتالي هو حتى لو عارف إن هو مش هيوصل مع تلات فرق تقال عليه فأول تجربة ليه في دوري الأبطال فإن هو حابب يؤدي أداء مشرف حابب إن هو يسيب ذكرى جيدة يبني عليها في البطولة اللي جاية طبعا بطل الدوري البتسواني أكيد طبعا كلنا يعني الأهلي مش مش الفكر إن هو يلعب ضد مين الأهلي بيلعب كل مباراة هي نهائي كل مباراة هي ضد أفل العالم وبالتالي هي دي الاستراتيجية اللي ترابين عليها الجوناد الأهلي دايما تبقى رقم واحد ومش رقم واحد بالكلام ده بالعمل وبالجهد وبالكفاح وبالتخطيط كل حاجة بالتخطيط توصلك كل حاجة بالبلانينج تقدر إن هي توصل بيها يعني إن شاء الله للنادي الأهلي يقدر يوصل ليه في مباراة في تاونشيب طيب هنروح لمحمد سعيد زميلي في قدر